اي فون اس اي واحد من اكثر الموبايلات اللي صار عليها جدل في سنة 2020 والسبب ان هذا الموبايل يحمل اقوى معالج في عالم الموبايلات حاليا البايونيك 13 مع شكل وتصميم قديم عمرهم 6 سنين وبسعر 475 دولار حاليا في العراق السعر الرسمي هو 400 دولار في متجر ابل ولكن احنا عدنا هنا الاسباب عديدة يبيعونا ب 475 دولار حقيقة ان بهذا السعر 475 دولار تقدر تلقى بداء الممتازة جدا في عالم الاندرويد ولكن اللي يبحث عن موبايل ثانوي او اللي يبحث عن موبايل يكون شرط ايفون يريد يستخل النظام الاي او اس فهذا انسب موبايل حاليا ينطيك الاداء الممتاز والقيمة مقابل المال موسيقى الايفون اس اي جعل لي رام 3 جيجا بايت وهذا 3 جيجا بايت رام وصلنا بالاندرويد لـ 12 جيجا بايت رام وجمع بعادهم على ثلاثة اي بس احنا نعرف انه نظام الاي او اس كلش كافي على ثلاثة او اربعة جيجا بايت رام ممتاز اندرويد نظام الاي او اس خفيف جدا ممم تموتون على التفاحة اقدر كم من الفيديو انا بهذا الفيديو راح اشرح شنو اكثر ثلاثة شغلات عجبتني بالايفون اس اي عشرين عشرين واول شي نبدي بالاداء ايفون اس اي جي عليا معالج البايونيك 13 البايونيك 13 هو موجود بموبايلات الالف والالف ومئة دولار مثل الاليفين برو ماكس وهذا المعالج حاليا هو الاول في العالم من ناحية السرعة تقدر تروح للبنشمارك وتلقى هو الاسرح حاليا اي نافس الالف مئة وخمسة وستين سناب دراجون ولكن مثل ما قلنا الفارق ما بين الاس اي والاليفين برو ماكس انه الاليفين برو ماكس يجع لي رام زيادة يعني اربع جيجا بايت مقابل ثلاثة جيجا بايت رام ثاني شي حبيتها بالايفون اس اي هو الكاميرا الكاميرا بشكل كبير تعتمد على المعالج وبما انه المعالج مثل ما قلنا هو الاقوى في العالم حاليا فاذا انت رح تاخد اقوى اداء كاميرا نعم الحساسي اللي موجود بالكاميرا هنا ونفسه حساسي الايفون 8 ولكن معالجة الصور ده تتم عن طريق المعالج البايونيك 13 وكنا نعرف بانه معالجة الصور من اهم العوامل اللي تخلي الصورة تكون ممتازة شفنا كثير من المراجعين اللي سووا المقارنة ما بين الايفون اس اي وما بين البرو ماكس ولقوا اكو اختلاف يعني بسيط جدا سبب لانه هون 11 برو ماكس يجع عليه حساس متطورة اكثر فاكيد يعني رح تحصل الصورة احسن بس يبقى الاس اي يعتبر حاليا من افضل المبالات اللي عليها كاميرات به السعر هذا لان احنا نحكي اسم نطاق ال 400 دولار بالاضافة الى انه تصوير الفيديو 60 فرين بير سيكند لتقنية الفور كي موجود بالاس اي ثالث شي عجبني بالايفون اس اي هو صغر حجمها قد يكون هذا الشي شخصي انا اشوف صغر الحجم شاشة 4.7 تكون ممتاز جدا انه يكون هذا الموبايل الثانوي انت اليوم اذا تعتمد على جهاز اندرويد حجم 6 انج صعب عليك تشيل جهاز ثاني بنفس الحجم انا شخصيا موبايل الرئيسي هو اندرويد ومعتمد علي كليا شاشة شبيرة ولكن ما اقدر اشيل جهازين او اشوفها صعبة انه اشيل جهازين يعني كبار بالحجم فلما اشوف ابل تصنع جهاز حجمه صغير شاشة 4.7 افكر بيه بانه يكون موبايل ثانوي اليه موبايل الرئيسي اندرويد وموبايل الثانوي يكون هو الايفون اس اي شيء حلو انه اكو ايفون قوي جدا بحجم صغير وهذه ثالث واخر ميزة انا شاهدتها بيه قبل ان ننهي الفيديو تيم كوك المدير التنفيذي شركة ابل قال في تصريح اليه بانه الايفون اس اي يجذب مستخدمين الاندرويد وانه الايفون اس اي يحمل اداء اقوى من اقوى جهاز اندرويد حاليا في السوق فانت اليوم كمستخدم الاندرويد هل عندك استعداد انه تترك نظام الاندرويد بعد ما تعودت عليه وتتوجه للايفون اس اي اللي هو قوي كاداء ولكن تصميمه قديم جدا بالنهاية شاركنا برأيك بالتعليقات واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى توصلك اخر فيديواتنا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو القادم